لازلت أقرأ من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق صفحة 681 إنه الحديث السابع عشر بسنده عن إمامنا الباقري عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن صاحب الأمر لا أريد أن أقرأ الحديث كله وإنما سأذهب إلى موطن الحاجة من الحديث الشريف أمير المؤمنين يقول إذا هز رايته صاحب الأمر قائم آل محمد إذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديث من قطع الحديث وأعطاه الله تعالى قوة أربعين رجلا ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة وهو في قبره وهم يتزاورون في قبورهم الموتى ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه هذا السؤال كثيرا ما يوجه إلي ما هي أفضل الأعمال التي يمكن أن تهدى للأموات حينما أسأل في الحقيقة أجيب بالإجابات التي يرتاح الناس لها هم هكذا يريدون يريدون أن أجيبهم أن يقرأوا القرآن مثلا وهدو ثواب قراءة القرآن لهذا الميت وهذا شيء حسن وورد في الروايات أنا لا أنكر هذا أعمال الخير على اختلاف أنواعها أن يؤتى بها وأن تكون النية أن يهدى ثوابها لهذا الميت لذاك الميت الكلام صحيح والجواب والجواب صحيح لكن الذين يسألون يسألون عن أفضل عمل يهدى للميت أفضل عمل يهدى للميت ما كان مرتبطا بخدمة إمام زماننا هذا هو العمل الأفضل والله إني لأتأسف كثيرا ولكن الأمر ليس بيدي إني لأتأسف كثيرا على الشيعة الذين يموتون وتدفع الأموال لقضاء صلواتهم وقضاء صيامهم والمصلي الذي يصلي من دون ذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير وبعنوان الوجوب القطعي هذه صلاة باطلة وإذا بطلت الصلاة بطل الصيام فأنتم ترسلون لموتاكم صلاة باطلة صياما باطلة المصلي الذي يصلي صلاته الواجب أداء في وقتها قضاء عن نفسه قضاء عن غيره إذا لم يذكر الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي فإن صلاته باطلة 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 ولا تنفعه فتاوى مراجع حوزة الطوسي أن يقول من أنني أتمسك بفتاوى المرجع الذي أقلده هذه صلاة باطلة لأن المرجع أساسا هو الآخر صلاته باطلة فتاواه ستكون باطلة أعماله باطلة فأنتم تدفعون الأموال لصلاة باطلة ولصيام باطل لاحظوا ماذا يقول أمير المؤمنين أمير المؤمنين يقول من أن الفرحة ستصل إليهم ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وهو في قبره في قلبه في بعض النسخ إلا دخلت إلا دخلت تلك الفرحة في قلبه وهو في قبره وهم يتزاورون الموت في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه الشيعي الشيعي حينما يموت سيصيبه الندم من أنه ما قدم خدمة لإمام زمانه حينما كان حيا أكثر شيء سيندم عليه الشيعي في قبره هو هذا من أنه ما قدم خدمة لإمام زمانه ويتمنى أن يعود إلى الدنيا كي يقدم خدمة لإمام زمانه ما نحن نقول إننا جعفريون إننا شيعة للصادق جعفر صلوات الله عليه ما هو هو الذي يقول لو أدركته لو أدركت القائمة أدركت أيام إمامته لو أدركته لو أدركت أيام ولادته وأيام إمامته وأيام غيبته لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذا كلام صادق أفضل عمل يهدى للميت هو العمل الذي فيه خدمة لصاحب العمر أنا أعلم وأعلم جيدا أن هذا المنطقة لا تتذوقه الشيعة الشيعة يريدون أن يطبخوا طعاما الشيعة يريدون أن يصلوا صلاة كثيرة يهدى ثوابها لهذا الميت من دون ذكر علي صلاتكم باطلة أوطيح الله حظكم وحظ صلاتكم لأنكم تتبعون مراجع طايا حظهم يصدرون الفتاوى ببطلان الصلاة بذكر علي صلوات الله وسلامه علي تريدون أن تنفع أنفسكم أنتم الأحياء وأنتم أولى من الموتى تريدون أن تنفع أمواتكم غاية النفع وغاية الفائدة في العمل الذي يكون خدمة لإمام زماننا وأفضل العمل لخدمة إمام زماننا إحياء أمره هذا هو أفضل العمل ستموتون وتندمون يا أيها الشيعة ستموتون وتندمون تندمون أنكم ما قدمتم خدمة لإمام زمانكم نحن ملاذنا الأول والأخير إمام زماننا بدايتنا نهايتنا عند إمام زماننا ديننا عقيدتنا إمام زماننا الواجب علينا أن نكون في مقام الخدمة لإمام زماننا في ليلنا ونهارنا قطعا بحدود إمكاناتنا بقدر ما نستطيع أنا أقول لكم عن خبرة وعن خدمة طويلة أتمنى أتمنى أن إمامي يقبلها أنا أدعي أنني في مقام الخدمة له لكنني لا أعلم هل أن إمامي يقبل خدمتي أو لا أنا أحدثكم عن خبرة طويلة عن عمر أفنيت ما أفنيت من في هذا الطريق أحدثكم عن علم هو أوسع من علمكم بثقافة العطرة وبحديثها وحديثكم عن علم بحدود في قرآنهم ومعارفهم وأحاديثهم وحق الزهراء أحدثكم صادقا وأحدثكم مخلصا وإن كنت أعلم أن هذا الحديث لا يأتي منسجما مع مزاج الشيعة الذي تعلموه من أولئك الثولان من أصحاب العمائم الكبيرة إنهم آيات الشيطان العظمى الذين ما علموا الشيعة إلا الخيبة وإلا الفشل وإلا الضلال وإلا سوء الحظ العمل الذي ينجيكم ويوفقكم والعمل الذي يسعد موتاكم الخدمة لإمام زماننا حتى لو كانت لثوان لو كانت لثوان ستسعدهم إحياء أمر الحجة بن الحسن إحياء أمره هو هذا العمل الذي فيه نجاتي ونجاتك هذا هو العمل الذي سيدخل السرور على قلوب موتاكم في قبوره في دعاء في دعاء شهر رمضان من الأدعية اليومية اللهم أدخل على أهل القبور السرور هو هذا هذا من أدعية الفرج ماذا تقرؤون فيه اللهم اشفي كل مريض متى يتحقق هذا يتحقق هذا في عصر الظهور قبل عصر الظهور هل يمكن أن يتحقق هذا المعنى أن يشفى كل مريض هذا المعنى لا يتحقق إلا على يد إمام زماننا ماذا تقرؤون فيه اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين أمور المسلمين من فساد إلى ما هو أفسد خصوصا نحن شيعة العراق نحن شيعة العراق من فساد إلى ما هو أفسد في جميع المستويات في المستوى الديني العقائدي في المستوى الديني الفتوائي في المستوى الاجتماعي الأخلاقي في المستوى الاقتصادي في المستوى السياسي حكام فاسدون ومراجع فاسدون وواقع فاسد من أوله إلى آخره اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين هذا لا يتحقق إلا عند ظهور الحجة بن الحسن الدعاء في أوله اللهم أدخل على أهل القبور السرور هذا السرور في أوضح معانيه يكون عند ظهور الحجة بن الحسن الرواية تشير إلى هذا أمير المؤمنين يتحدث عن هذا ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وهو في قبره وهم يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه في زمان الغيبة إذا أردت أن تدخل السرور على قلب الميت أدخل السرور عليه بخدمة لإمام زمانك تهدي ثوابها لذلك الميت أو أنك تقوم بها نيابة عنه لقد ضحك عليه مرجعه وَجَعَلَهُ وَجَعَلَهُ يُصَلِّي صَلَاةً بَاطِلًا وَيَصُومُ صِيَامًا بَاطِلًا هي خدمة الحجة ابن الحسان أن العمل الأفضل إحياء أمر الحجة ابن الحسان مثلما يريد الصادق أن نتعلم منه هو الذي يقول صادق العترة الرواية في كتاب غيبة النعماني في هذا الكتاب لو أدركته لو أدركت القائم لخدمته أيام حياتي أسعد موتاكم بهذه الثقافة وأسعد أنفسكم ما أعتقدت عدلون هي شغلة عوجة هو ذيالة شليب شي عدله ذيالة شليب شي عدله شي عدله إن الغصونة إذا قومتها اعتدلت هذا في البدايات ولا يلين إذا قومته الخشب نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه وخلق منه محمدا وعليا فلم يزال فلم يزال نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما يحدثنا باقر العلوم صلوات على باقر العلوم كما يحدثنا باقر العلوم فالأمير يقول إذا هز رايته صاحب الأمر قائم آل محمد إذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب ووضع يده على رؤوس العباد عملية تكميل للعقول وللأحلام فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد هذا تغيير في الطبيعة النفسية والأخلاقية هذا مصداق من مصادق تكميل الأحلام للمؤمنين هذا سيكون للمؤمنين الذين كانوا في مقام الخدمة والعمل المتواصل زمان الغيبة القانون واضح من أن الإيمان في يوم الظهور لن يكون نافعا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا القانون هو هذا الإيمان الإيمان النافع الذي يكون في الغيبة قبل الظهور والعمل النافع الذي يكون في الغيبة قبل الظهور إنه التمهيد لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل من قبل الظهور أو كسبت في إيمانها خيرا قبل الظهور فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد هذه القلوب التي آمن قبل الظهور قبل قليل قلت لكم من أن الإمام حين يضع يده على رؤوس العباد كي يجمع عقولهم ويكمل أحلامهم ليكون هذا بدرجة واحدة مع الجميع هناك مستوى سيتساوى فيه الجميع وهو المستوى الذي إذا لم يتوفر فإن برنامج المثال المستعنف لن يتحرك بشكل سلس هذا المستوى سيتحقق للجميع وهو تحقق تكويني بحكم ولاية قائم آل محمد أما المراتب والدرجات بحسب عدله وحكمته فإن الأمر سيكون مختلفا كل شخص بحسبه إن كان من الشيعة أو كان من غير الشيعة إن كان من العاملين زمان الغيبة أم لم يكون ومن هنا فإن الرواية تتحدث عن هذا ماذا قالت الرواية كلام الأمير صلوات الله عليه إذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن هذا المؤمن الذي آمن زمان الغيبة وإلا فقانون الإيمان هو هذا عند الظهور لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من خبل أو كسبت في إيمانها خيرا هذا هو القانون الذي سيكون عليه العمل حين ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد وأعطاه الله تعالى قوة أربعين رجل هذا تغيير في الأخلاق وتغيير في الطبائع ولا يبقى ميت حتى الأموات فإن البرنامج ستصل آثاره إليهم ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وهو في قبره وهم يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه هنيئا لنا إذا وفقنا ونحن في حياتنا أن نقدم خدمة لإمام زماننا في غيبته ولو لدقائق بإخلاص ونأخذ هذه الدقائق معنا إلى قبورنا ستكون تلك الدقائق سبب سعادتنا في قبورنا وسبب أماننا خذوها من شخص قضى حياته في خدمة حديثه هذا الذي أقوله لكم زبدة من خدمة طويلة في فناء قرآنهم وحديثهم عقود من الزمان عقود عقود من الزمان هذه زبدة وخلاصة أضعها بين أيديكم حاولوا أن تخدموا إمام زمانكم قبل موتكم ولو لدقائق ولو لدقائق تريدون أن تعرف كيف تخدمون إمام زمانكم عودوا إلى برامج عودوا إلى برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك هذه المجموعة من الحلقات تضع بين أيديكم برنامج نجاة ليس لأن البرنامج أنا قدمته أنا لا قيمة لي صدقوني لا أقولها للمجاملة أو للتواضع أمام المشاهدي وحق الحسين أنا لا قيمة لي القيمة لمعارفهم والقيمة لحديثهم أن تقضوا وقتا في دراسة هذه الحلقات أتحدث عن مجموعة حلقات أعرف إمامك إنكم تقدمون خدمة لأنفسكم وفي الوقت نفسه هي خدمة لإمام زمانكم لأنكم تقومون بعمل تمهيد في أنفسكم تعلموا عقائدكم واخدموا إمام زمانكم لدقائق بإخلاص وخذوا هذه الدقائق معكم إلى قبوركم ستكون تلك الدقائق سببا لنجاتكم وسببا لسعادتكم وأنا أقول للذين يريدون أن يقدموا إلى موتاهم أفضل عمل يسعدهم خدمة إمام زمانكم أدوا هذا العمل نيابة عنهم حتى حتى إذا ما زرتم قبورهم حدثوهم عن إمام زمانهم لقد ماتوا وما حدثهم أحد حدثوهم حدثوهم عن إمام زمانهم لا تذهبوا إلى قبورهم تتحدثون معهم من أنكم في حالة حزن عليه تتحدثون معهم لأنهم يسمعون حديثكم يسمعون حديثكم لا تتحدثون معهم من أنكم في شوق إليهم من أن الأمر الكذائي قد صار هكذا حدثوهم عن إمام زمانه هذا هو الحديث الذي يسعدهم لأنهم نادمون نادمون أن خرجوا من الدنيا وما قدموا خدمة لإمام زمانه الصلاة لا تنفعه الصيام لا ينفعهم صدقوني إلا إذا كانت الصلاة في طريق خدمة إمام زمانه إلا إذا كان الصيام في طريق خدمة إمام زمانه هذا هو الذي يدخل السرور عليه وهذا هو الذي يقربكم من الزهراء الزهراء هي التي تعطيكم شهادة طهارتكم لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء هكذا نخاطبها في زيارتها الشريفة لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء شهادة طهارتنا تصدر من مكتب الزهراء صلوات الله عليها وليس من مكتب مرجعكم الأثوال شهادة طهارتكم تصدر من مكتب الزهراء تريدون أن تدخلوا السرور على الزهراء فاخدموا إمام زمانكم ولكن لن تستطيعوا أن تخدموا إمام زمانكم من دون أن تعرفوا عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك ماذا أقول لكم وماذا أشرح لكم أعيد قراءة الرواية عليكم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا هز رايته صاحب الأمر أضاء لها ما بين المشرق والمغرب ووضع يده على رؤوس العباد فلا 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 يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد وأعطاه الله تعالى قوة أربعين رجلا ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وهو في قبره وهم يتزاورون في قبوره ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه مثلما يتباشرون فيما بينهم فإنهم يتباشرون بحديث الأحياء معهم عن القائم صلوات الله عليه يفرحون لذكره القائم فرحة الزهراء ولذا أسلم عليه في بداية كل حلقة سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها وقت الحلقة صار طويلا ومنتهى كلامي سلام على الزهراء وسلام على فرحة الزهراء قائم آل محمد نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر